اعتبارها اكبر المضررين من انقلاب قيشة سعيد خرجت من السلطة عندها عدد كبير من المعتقلين يعني اكثر الاطراف تقريبا نظارا في الميدان ومساندة ومؤازرة لجابة الخلاص الوطني اليوم ما قررتك كما قلت انت لحدان مغلقة بقرار اداري رئيسها معتقل نواب رئيسها معتقلين ما تلاشى انه لابد من حركة النظر ان تخفص حتى امل ومراجعة لتقيم سياستها طوال على قل العام ونص ذايا وتبتعد قليلا على قل وتخو مسافة من هذه التحركات ومن هذه المحاولات لبناء هذه الجبهة على الحد الأدنى المشتركة اللي كنت احكى عليه ما تشوفش انه لابد ان نتغير بعض سياساتها في اتجاه ربما مد الصلة وبناء فقه وبناء خطوط ربما مع سلطات المنظومة منظومة الانقلاب شوف هو انت وصفت وصف دقيق ان هذا خرجت من السلطة اللي قام به قاية سعيد نهر 25 جويلة هو اخراج النهضة من السلطة يقول اخراج من السلطة يعني الاطاحة بالحكومة اللي كانت جزء منها كانت ضمن الحزام السياسي انتاحها ثم تعليق اختصاصات البرلمان وبعد ذلك حل البرلمان وبالتالي نهضة لم تعد في السلطة هي اصبحت خارج السلطة اذا كانت الغاية هي الغاء نتاج انتخابات 2019 وما ترتب عنها من حكومة وبرلمانهم الى ذلك ونعرف لي كان هذا هو الهدف متاع قاية سعيد وحتى الناس اللي مشاوا معاه مشاوا معاه يعني هو سعى يقتنع بهذا منذ اللحظة الاولى وانا رجعت بعض المسائل وتبين من تقريبا من لي ما تمش يعني التصويت على حكومة الحبيب الجملي الرئيس بداي لمح بانه اذا كان ما وصلنا الحل ما كانش نرجع علمانه للشعب ما كانش الشعب هو صاحب القرار معنا كان ثم فكرة انه البرلمان هذا يتحل ونمشي الى انتخابات اخرى ما كانتش بعيدة ولهذا فما بالك بعد فترة اللي صار فيها ترذيل العمر البرلماني وصارت فاها يعني معنا كثير من المشكلات جاتنا الكوفيد وجات معناها الرئيس ما اعترفش بحكومة المشيشي ما اعترفش بالتحويرات اللي فاها ما خلاش دول الوزراء يقديه واليمين وكان ثم ازمة وكنا نبحث لحل في الحقيقة كنا نبحث لحل هو عمل قصة عربي بانه معنا يعني عوض نمشيه معناه كان عندنا عطلة برلمانية وكان ثم حصل نعمل التفاهم بين الاتحاد وبين الحزاب السياسي اللي خلال عطلة برلمانية هذه معناها النهية لمرحلة جيدة من التغيير إيكم بري في البرلمان نفسه إيكم بري البرلمان والأداء متاعه معناها والإشراف متاعه ورئاسته ومكتبه كل هذا كان ثم يعني كان ممكن يكون ثم حزمة الرئيس عمل إذا كان ناقف عند حدود إلغاء نتاجه في 2019 وبعدها بشترج علمان للشعب وكون ثم انتخابات مبكرة وما إلى ذلك هدايا كانت الناس ما كانت تشرف ضده حتى الناس اللي دعموا قاية سعيدة ما هم مشرف دينه لما تحول هذا إلى مشروع شخصي لما تحول ما هو ابتداء من الأمر 117 ذوري ثم مشروع شخصي وخرط طريق اللي نعتبر ثم ناس قبلت بها حتى معناها الناس اللي كانوا يطالبوا فيه بأنه يعمل خرط طريق ونقصدين العواصم الإقليمية والغربية قبلوا وحبوا يشوفوا فين يوصل النتيجة هذه تحول من ربما التعديل في المشهد السياسي وإيجاد وضعية تعطي حكومة قوية ومستقرة وتعطي برلمان معناها قادر بش يراقب ويشرع ويعمل كذا إلى مشروع شخصي اللي هو امتعد بين القاعد ومتعد الشركات الأهلية وبتصور تنموي معناها يعني معناها إلى حد من مسقط على واقع على الواقع التاريخي ما كان ينفع في الستينات ولا ينفع في الخمسينات أما اليوم في 2020 و2030 ما هواشي هو المنوال اللي يمكن يكون فيه النزاعة ويجيب النتاج وباش بش نمولو المنوال التنمية ويهداء بصلح الجزائي وكذا اللي قلت من بكره نعتبره ثم فشل المسار وثم سقوط سقوط المشروع الشخصي متع قاعد سعيد باعتبار أنه اليوم لا بش يصير صلح جزائي ولا بش تدفع على الشركات الأهلية ولا بش تدوجت زد المؤسسات بالشكل اللي يحب عليه هو أعمل برلمان بالانتخابات على الأفراد على دورتين مع سحب الوكالة شنو أعطاء البرلمان أعطاء أغلبية لناس ما ماشي من أنصار 25 جويلة وما ماشي من أنصار قاعد سعيد بل أنصار قاعد سعيد أقليين داخل هذه البلاد أنا أتفق معك مع تقييم لكن نرجع للسؤال حابت أقول لك اللي لما هو خرجنا من إمكانية تصحيح أو ضاع من أجل البحث على وضع أفضل ومش نجيبه أحزاب من الخارج بالمكونات الحزبية اللي موجودة ولكن ببعض التعديلات في القانون الانتخابي وتعديلات معنى يعني في المناخات أو تحسين للمناخات السياسية في البلاد عوض أن نمشي إلى وضع كن يكون أفضل بكثير من الوضع الحالي وبعدها بالبرلمان الجديد بالموازن الجديدة يمكن نتيجة تعرض مبادرات في تنقيح الدستورة أو في تعديل النظام السياسي هذا كل ما كان يشي حاجة مستحيلة لما مشينا في الخيار الفردي رينا نتائج بعد رينا نتخابات مع عزوف باء بلغة 90% مع أزمة اقتصادية تعمقت مع عزلة سياسية مع ضغوط متعاذبة الآن على البلاد أكثر من اللي كانت في أي مرحلة من المراحل يعني نعود أن أكد أن النهضة كانت المتضررة الأكبر من هذه الإجلات التي قام بها الرئيس قيس سعيد من هذه الاعتقالات الأخيرة من إغلاق المحلات ومقارات حركة النهضة أنا نحب أن أقول لأن النهضة لم يحن الوقت ولم يحن الوقت أنها تقف تبعد شوي على الغوغاء الميدان وضوذاء وتوقف في مراجعات وتبعد على ربما حتى العمل مع المعارضة هو الحاجة لولا الساعة مش النهضة متضررة لوحدها لا ما قلش وحدها قلت المتضرر الأكبر قلت المتضرر الأكبر صراحة نحن رأي للبلاد متضررة وذلك ليش نرأي اليوم أن نقول مهمة هي مهمة إنقاذ ومهمة إنقاذ يعني تكون بحوار لا يقصي أي طرف وبتحديد يعني تمشي معناها مستقبل يعني أنت سي العجب معهدنا معهدنا بقى النهضة بقى النهضة النهضة بدون شك معناها تم مبرشة يقوله زي ما تعمل وقفة بتاعة تأمل هي النهضة تعمل في معناها وقفات تأمل وعندها هي تخدم في أفق مؤتمر القادم معناها عندها الآن أكثر من عام ونص وثم لجنة الإعداد المضموني تجتماع بصفة دورية وأعدت ورقات بمفاورقة تقييمية ورقة سياسية ورقة أخرى بمفاورقة تعلق برؤية اجتماعية مغيرنا نطفع شيئا داخلنا داخلنا على الحركة لكن أنا في علاقة بالفرق حبو كل هذا يرى موجود لو ناخد الورقة التقييمية اللي أعدتها لجنة الإعداد المضموني معناها طون القاول النهضة توقفت عن كثير من المحطات راتفها النهضة الآن هل هي فيهدنا الآن وفي استراحة محارب خلينا نقوله بعد اعتقال رئيسة وبعد أغلاق محلية تم قررتها شوف هي النهضة من هارلولاني رفضت الانقلاب من هارلولاني متمسكة بالشرعية ومتمسكة بدستور معناها 2014 ومتمسكة بالمؤسسات معناها الدستورية المنتخبة والشرعية وبعد تحقت به الأطراف الأخرى كل من قدموا شوية الأطراف الأخرى يظهر لها اللي معناها المشروع اللي مشاء فيه قيس عيد معناها هو سراب وليس ربما حتى نقطة ضوء في الأفق وبعد تلك الناس كلها بدأت تاخذ مسافة مسافة نقدية وبعد تفكر مع بعضها كيفاش يمكن نتجاوزوا الأمر هذا يعني هذا معناها في تقديري الحصيلة اللي احنا بدأت الناس كل تتوصلها المراجعات المطلوبة ما يزمش تكون في إطار ملاحقة ما يزمش تكون ملاحقوا في طرف وانتي وش بيكو عملش لا لا هذا هذا يجوز من الحياة معناها الطبيعية الداخلية للأحزاب وهو فيطار رؤية يزمكون بعيدة المدى وانا في اعتقادي اللي النهضة عندها التفكير الجدي تفكير الجدي في تجديد النخب وتفكير الجدي في حسن التموقع معناها في الخارطة السياسية عندها ثوابت ما في ذلك شك مثلا اليوم على سبيل المثال أن النهضة تشتغل مع المعتدلين العلمانيين ترى الإسلاميين المعتدلين والعلمين المعتدلين يشكل مبعض كتلة تاريخية واللقوت وسط ومش الأساس في علاقتها والاعتبار الديونوجي إنما هو الاعتبار معناها السياسي والوطني هذه مثلا من الأشياء اللي احنا ما زلنا مقتنعين به وجربناها وقناها تجيب نتيجة رغم من الاستهداف لإصطار للترويك رغم من الاستهداف لإصطار ومازال متواصل لحركة النهضة معناها من أطراف عديدة ولكن الخيار ذلك هو الخيار السليم ونذكر في وقت ملوقات ما الدكتور موسف مرزوق كنا في معناها استيضافته في القصر قال أنا لو كان يتعاود التاريخ نعاود نفس التجربة أن نشتغل مع الإسلاميين المعتدلين وقال رشد غانوش يشطرني يشطرني نفس الرأي لو أنه يعني يعني تعاود وربما نقول ما نكررس الأخطاء ما في ذلك شك ثم أخطاء وثم هناك ولكن ثم أشياء اليوم هي أنا حتى نشوف التاريخ المعاصر نتا تونس مراحلة مختلفة أسوان كن ما رحلت ببناء الدولة الجديدة معنا في وقت بورقيب ولا مرحلة المرحلة الثانية متع حكم بن علي أريد ثم أشياء خاصية تونسية ما نحن نش نبدو لها برسة برسة معنا بش يلقى ديما عن الأزمة وعن طريق تصريف الأزمة والأطراف اللي زي ما تشارك معنا في تصريف في إيجاد معنا الحل وعن أطراف وطنية نتفاعله مع المحيط نتفاعله مع المعطيات نفهم ونفهم ونفهم العالم وش يحب وش ينتظر وش يشترط وكذا ولكن ديما نعمل الصيغة معنا نعمل الفوربيول بتاعنا التونسية اللي هي تخرجنا من الأزمة أنا في تقديري ما زالت النهضة مهمة في الجانب هدايا تعتبر معنا رقم مهم في هذا مهم للبلاد معنا وجربت في هذا أنا مصير باش نرجع للموضوع عضايا لكن خلينا نخليوه في إطار الحديث على جبهة الخلاص باعتباركم مكون أساسي من هذه الجبهة